السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات كيف يتم تحضير خل التفاح في البيت؟ تحضير خل التفاح في البيت تجربة صحية وممتعة تحتاج فقط إلى القليل من الصبر والدقة نختار تفاحا طازجا نغسله جيدا ونقطعه إلى مكعبات صغيرة مع القشر والبذور نضع القطع في وعاء زجاج نظيف ونغمرها بالماء الفاتر حتى تغطى تماما ثم نضيف ملعقة صغيرة من السكر أو العسل إذا كان متوفرا هذا يسرع عملية التخمر الطبيعي ثم نغطي البيعاء بقطع من القماش نسمح بمرور الهواء ونتركه في مكان مظلم ودافئ لمدة 3 إلى 4 أسابيع بعدها نصفي السائل ونحتفظ به في زجاجة محكمة الإغلاق ومع الوقت يتحول عصير التفاح البسيط إلى خل غني بالأحماط العضوية والأنزيمات المفيدة طيب إذا تم شرائه من السوبر ماركت كيف تعرف النوع الأفضل؟ عند شراء خل التفاح اختر النوع الطبيعي الخام غير المصفة الذي يحتوي على ما يسمى الأم يعني الرواسب العكرية في القاع فهي مصدر الأنزيمات والبكترية النافعة تجنب الأنواع الشفافة والمكررة والمضاف إليها نكهات أو ألوان الأفضل أن يكون عضويا ومحفوظا بزجاجة داكنة ومن شركة محترمة وموثوقة طيب ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح وهل يمكن تناوله في أوقات أخرى؟ أفضل وقت لشرب خل التفاح هو قبل الوجبات بحوالي 15 إلى 20 دقيقة فهو يساعد على تهيئة المعدة للهضم وتنظيم مستوى السكر بعد الطعام يمكن أيضا تناوله صباحا على معدة فارغة بعد تخفيفه بشكل جيد بالماء لمنح الجسم دفعة من النشاط وتنشيط عملية الأيض أما في المساء فيفضل شربه قبل العشاء المهم أن لا يشرب مركزا وأن يستخدم بانتظام معتدل فالفائدة في التوازن لا في الإفراط طيب ما هي طريق التخضير كوب من خل التفاح؟ وما هي مدة استخدامه بشكل متواصل؟ وهل يمكن استخدامه بعد ذلك بشكل متقطع؟ لتحضير كوب من خل التفاح الطبيعي الصحي نضيف ملعق الطعام واحدة من الخل الطبيعي الخام إلى كوب كبير من الماء الدافئ ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو الكرفة لتحسين الطعام والفائدة يشرب هذا المزيج مرة واحدة يوميا ويفضل قبل الوجبة الرئيسية يمكن الاستمرار عليه لمدة شهر إلى شهرين ثم أخذ استراحة لأسبوعين بعد ذلك ينصح باستخدامه بشكل متقطع كل يومين أو ثلاث أيام للحفاظ على النتائج دون إرهاق المعدة أو التأثير على مين الأسنان طيب ما هي طرق إضافته بشكل صحي إلى الطعم؟ يمكن إضافته إلى سلطات الخضار مع زيت الزيتون والعشاب بدل السلصات الجاهزة أو استخدامه لتتبيل الدحوم والدواجن قبل الطهي لتليينها وتعقيمها طبيعيا كما يمكن إضافته إلى كوب من الماء مع الخضار المسلوقة أو رشه على الرز بعد الطهي لتقليل المؤشر السكري للوجبة يفضل عدم تسخينه مباشرة كي لا يفقد خصائصه الحيوية طيب الآن ما هي الحالات التي يفيد شرب خل التفاح فيها؟ وهل هو مفيد لحرق الدهون في البطن؟ ولمريض السكري؟ ولمريض مقاومة الإنسولين والكبد الدهني والشرائين والكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة؟ عندما يتم تناول خل التفاح بانتظام بعد تخفيفه طبعا يمكن أن يساعد في تنظيم سكر الدم عبر تحسين حساسية الإنسولين وهذا يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني ومقاومة الإنسولين كما يساهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ودعم صحة الشرائين من خلال تحسين مستويات الدهون بالدم وتقليل الالتهاب من ناحية الوزن أظهرت الأبحاث أن خل التفاح يمكن أن يساعد أيضا في تقليل الدهون الحشوية في البطن وهو مفيد أيضا في حالات الكبد الدهني الخفيف فهو يساهم بتقليل تراكم الدهون في خلايا الكبد وتحسين وظائفه طيب ما هي الحالات والأمراض التي يجب فيها عدن شرب خل التفاح؟ يفضل تجنب شرب خل التفاح في بعض الحالات الخاصة منها القرحة الهضمية والتهاب المعدة أو المريء لأنه قد يزيد من الحموضة والتهيج كما يجب الحذر عند الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أو ضعف ميناء الأسنان فهو يمكن أن يفاقم الأعراض أو يضعف الطبقة الواقية للأسنان مع الزمن مرضى الكيلة المزمنة أو الذين يتناولون مدرات البول أو أدوية تنظيم البوتاسيوم يجب أن يستشير الطبيب قبل استخدام خل التفاح لأنه يمكن أن يخفض مستويات البوتاسيوم أما الحوامل ومرضى السكري الذين يستخدمون الأنسلين فعليهم بالالتزام بالجرعات المنخفضة فقط تحت إشراف طبي الآن هل يتعارض شرب خل التفاح أو إضافته للطعام مع مرض معين أو مع تناول دواء معين أو مع أحد المكملات الغذائية خل التفاح قد يتعارض مع بعض الأدوية والمكملات إذا استخدمه بجرعات عالية أو لفترات طويلة فهو قد يخفض سكر الدم مما يتطلب الحذر لدى من يتناولون الأنسلين أو أدوية السكر الفاموية لتجنب هبوط السكر كما قد يتفاعل مع مدرات البول والملينات ومكملات البوتاسيوم مسببا نقصا في هذا المعدن يجب الحذر عند استخدام خل التفاح مع أدوية القلب وطاقة الدم أو الغدة الدرقية لأن تأثيره على امتصاص بعض المعدن يمكن أن يغير فعالية الدواء يفضل استشارة الطبيب قبل دمجه في النظام اليومي إذا كان الشخص يستخدم أي علاج مزمن أو أدوية مزمنة طيب خل التفاح من الداخل كيف يتعامل مع النشويات والسكر والدهون والبروتين عندما تتناولها عندما تتناول الكربوهيدريت والنشويات يبطئ حمض الأسيتيك من تفريغ المعدة لديك ويقلل سرعة امتصاص لغلوكوز من الأمعاء الدقيقة وهذا يخفف من الارتفاع الحاد في سكر الدم بعد الوجبات ويحسن من استجابة الخلايا للإنسولين هذه الآلية تجعل الخل مفيد لمرضى السكري ومقاومة الإنسولين أما عندما تتناول الدهون فيعمل الخل على تحفيز إنتاج أنزيم AMPK في الكبد والعضلات وهو الأنزيم المسؤول عن تعزيز حرق الدهون وتقليل تصنيعها وبهذا الشكل يساهم خل التفاع لخفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار LDL مع زيادة ولو قليلة في الكوليسترول الجيد HTL هذه التغيرات تساعد الكبد على التخلص من الدهون المتراكمة داخله وتقلل من الكبد الدهني غير الكحولي بالتدريج وفي دهون البطن يساعد الخل على تنشيط أكسدة الأحماض الدهنية وتقليل تخزينها عن طريق تثبيط وإضعاف الأنزيمات التي تحول الجلوكوز الزائد إلى دهون وبهذا يصبح الجسم أكثر ميلا إلى استخدام الدهون كمصدر للطاقة بدلا من تخزينها أما عندما تتناول البروتين يهيئ بيئة هضمية أكثر كفاءة بفضل تأثيره المطهر والمساعد على توازن المايكروبيوم المعوي طيب ما هي نتائج الفحوصات والأشعة أمواج بوغصوتية والتحاليل المخبرية وقياسات البطن والوزن قبل وبعد شرق خل التفاح تشير الدراسات السريرية إلى أن الاستخدام المنتظم والمعتدل لخل التفاح يمكن أن يحدث فروقا ملقوضة في مؤشرات التحاليل الحيوية والقياسات الجسدية بعد 8 إلى 12 أسبوع من الاستعمال اليوم في التحاليل المخبرية لوحظ انخفاض في سكر الدم الصيامي وتحسن بمقاومة الإنسولين والهيموغلوبين السكري أو السكر التراكمي إضافة إلى انخفاض في الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار LDL وارتفاع طفيف في الكوليسترول الجيد HTL أما بقياسات البطن والوزن فقد أظهرت بعض الدراسات انخفاضا في الوزن عندما يتم تناول خل التفاح خلال لتأشهر خاصة لدى من يتبع نظام غذائي متوازن بالتوازي مع استخدام الخل وبصور الأمواج فوق الصوتية للكبد وجد تحسن تدريجي في مظهر الكبد الدهني البسيط بفضل خفض الدهون الحشوية وتحسين أيض الدهون هذه النتائج لا تعني أن نخل التفاح علاج بحذ ذاته بل هو عنصر مساعد وفعال ضمن منظومة غذاء متكامل وحياة نشطة المتابعة الطبية والفحوص الدولية تبقى دائما الأساس طيب هل يخل التفاح استخدامات غير شربه أو إضافته للطعام أولا يستخدم لتنظيف الشعر يمزج ملعقة صغيرة من خل التفاح ملعقة الشاي مع كوب من الماء ويستخدم كغسول نهائي بعد الشامبو ثم يشطف بعد دقيقة واحدة لتقليل القشرة وتنظيم إفراز الزيوت اثنين لتطهير الخضار والفواكه يضاف ربع كوب من الخل أي خمسين مليلتر إلى لتر ماء وتنقع الثمار لخمس دقائق ثم تغسل بالماء بشكل جيد ثلاثة للعناية بالبشرة أو بعد لسعات الحشرات يخفف بنسبة واحد إلى أربعة ملعقة من الخل خمس مليلتر مع أربع ملعق من الماء وتمسح المنطقة بخطمة مع تجنب الجروح المفتوحة أو البشرة الحساسة باختصار خل التفاح لا يذيب الدهون بشكل مباشر لكنه يعيد ضبط مفاتيح الأيض والاستقلاب فيحول الجسم من نمط تخزين الدهون إلى نمط حرق الدهون شرط أن يكون ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة نشط بعيدا عن السهر والكحول والتدخين مع ممارسة الرياضة وخاصة المشي ومع تقليل تناول الكربوهيدريت والنشويات أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المديد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بشكر زوجتي الفاضلة الدكتور أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناة المعتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر طبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعوم الفائدة والخير عائلة الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر